والعيون تقر اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب إليكم موجب من موجبات الجنة إن لله هذا حديث صحيح إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة الله أكبر إن إحصاء أسماء الله الحسنى يوصل إلى جنات النعيم والله يقول في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ليس المراد أن نضع الأسماء الله الحسنى في لوحة جميلة ونعلقها في غرفة أو في الصالة ليس هذا المراد المراد أن تحفظها أن تعدها أن تعرف معناها أن تثني على الله بها أن تدعو الله بها فإذا قلت يا رزاق لديك ثقة وطمأنينة إلى أن الرزاق يرزقك يا رحيم الرحمن يرحمك يا جبار الجبار يجبر صدعك وكسر قلبك ولذلك الذين يعرفون الله بأسمائه جل وعلا ويسألون الله بها هم أسعد الناس أسعد الناس بالجنة لأنهم عندما حفظوها وعدوها ووثقوا ووثقوا بأنهم إذا سألوا المنان من سبحانه وتعالى وأعطى إنه الوهاب يهب لا يشكون وهم يعرفون ربهم جميل وأن نحن نرفع الأكف إلى الله بالدعاء أن تسأل الله بأسمائه بدل أن تقول اللهم اغفر لي قل يا غفور يا رحمن يا رحيم يا منان يا كريم يا وهاب يا شكور يا ملك يا قدوس وهكذا كلما كنت تعرف ربك كنت تثني على الله قبل أن تسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أعيد إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة ولذلك في دعائنا اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي نور صدري جلاء حزني ذهب همي وغمي لاحظ أنت تسأل الله بالأسماء التي تعرفها والتي لا تعرفها لأن تسعة وتسعين اسما ليست كل هذه هي الأسماء هناك أسماء لا نعرفها لكن عليك بحفظ التسعة والتسعين التي ورد في فضلها أن جائزت من سأل الله بها أدخله الجنة ألسنا نعجل في الدعاء ألسنا نعجل فورا نرفع الأكف أدخلني الجنة أطعمني أرزقني نجحني حنانيك رويدا أيها المؤمن اسأل الله بأسمائه ولن تسأله حتى تعرف معناها ولن تعرف معناها حتى تثق بالله أن الله يعطي سبحانه اللهم يا ربي أرزقنا أرزقنا يا كريم لذة معرفتك ولذة مناجاتك وإلى موجب من موجبات الجنة قادم اللهم آخرين